ثلاثة أيام بثلاثة مواضيع وملفات تصدرت جلسات ثامن طبعة للندوة رفعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا التي احتضنتها مدينة وهران غربي الجزائر تبرز التهديدات الإرهابية في إفريقيا وآليات المكافحة الناجعة لها في طالعة الملفات التي تم التطرق إليها في ندوة وهران فضلا عن العمل على تعزيز تواجد إفريقيا في مؤسسات الأمم المتحدة تم تداول على ثلاث مواضيع الأول كان يخص الإنقسام على مستوى مجلس الأمن وإلزامية القيام بتوحيد الصف الإفريقي الموضوع الثاني الذي تم التطرق إليه هو التهديد الإرهابي على إفريقيا من خلال بحث سبل تعزيز نجاعة آليات الاتحاد الإفريقي لمجابهة هذا الخطر ليليها الموضوع الثالث وجوب تحقيق تنسيق للجهود من أجل توحيد صوت إفريقيا داخل مجلس الأمن الندوة رفعة المستوى خلصت إلى توصيات تهدف إلى العمل على توحيد الصف الإفريقي ووضع آليات ناجعة لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي باتت تهدد أمن واستقرار القارة السمراء أولا اتفق المشاركون على وجوب تقوية ومساندة كل المؤسسات الإفريقية التي تم وضعها من قبل الدول الإفريقية العمل على تقوية القيادة الإفريقية وكذلك وزن المؤسسات الإفريقية لدى المنظمات العالمية وبصفة خاصة منظمة الأمم المتحدة العمل سويا على محاربة الخطر الإرهابي الذي تعدت حدوده إلى مناطق إفريقية واسعة إشادة واسعة من الوفود المشاركة بما توصلت إليه الندوة الإفريقية رفعة المستوى وإصرار على ضرورة توحيد الصف الإفريقية وتكثيف الجهود لإسماع صوت إفريقيا في العالم بهذا يسدل السطار على الاجتماع الثامن رفيع المستوى للسلم والأمن في إفريقيا بعدة توصيات ومخرجات سيتم رفعها إلى قمة الرؤساء للاتحاد الإفريقية المزمع عقدها شهر فبراير من العام القادم على أمل توحيد الصف الإفريقية وتعزيز تواجد إفريقيا في مؤسسات الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن الأممي لقناة الجزائر الدولية فاهم بو عبد الله هنا مدينة وهران